السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب طابت أوقاتكم بكل خير وبركة وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول شهر رمضان أتمنى من الله أن تكونوا من عتقاء هذا الشهر العظيم اليوم إن شاء الله سأبدأ معكم بمراجعة بسيطة لمادة الامتحان النهائي وأول ما سأبدأ به هو استكمالا لتدريبات الكتاب في صفحة 66 اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الكلمات التي تحتوي حروفا تنطق ولا تكتب ركزوا معي أعزائي الطلاب أن هذه الحروف تنطق ولا تكتب من أهم هذه الحروف هو حرف الألف حيث أن حرف الألف في بعض الكلمات ركزوا أن هذا الحرف يأتي فقط في بعض الكلمات ينطق ولا يكتب وللأسف من الأخطاء الشائعة أن كثير من الناس سواء كانوا كبارا أو صغارا يقومون بإثبات هذه الألف في كتابتهم لذلك سنحاول اليوم إن شاء الله تلخيص جميع هذه الكلمات التي تحوي الألف التي تنطق ولا تكتب ركزوا معي أعزائي الطلاب في هذه الأمثلة لنأخذ المثال الأول هذا منظر جميل هذا انظروا إلى اسم الإشارة هذا نعلم أن هذا هو أحد أسماء الإشارة التي تستخدم للمفرد المذكر قمنا بلفظ هذا الاسم عن طريق هذا هذا وكأننا قمنا بإضافة ألف بعد اله وأريد منكم أعزائي الطلاب أن تعلموا أن هذه اله الموجودة في أسماء الإشارة تسمى هاء التنبيه إذن هذه اله الموجودة في أسماء الإشارة تسمى هاء التنبيه ولاحظوا أن الألف التي تنطق ولا تكتب جاءت بعد هاء التنبيه إذن هذه اله تسمى هاء التنبيه لفظنا هذا لكن فعليا هذه الألف تنطق ولا تكتب عند النطق ننفذها هذا لكن عند الكتابة لا تثبت هذه الألف فنقوم بكتابتها هذا ومن الأخطاء الشائعة أن بعض الناس للأسف يقومون بكتابة اسم الإشارة هذا بهذه الطريقة وهذا خاطئ حيث أن هذه الألف تنطق ولا تكتب انظروا معي إلى المثال الثاني هذه سفينة كبيرة هذه هذه قمنا بلفظها هذه وكأن هناك ألف تنطق ولا تكتب وفعليا هناك ألف تنطق ولا تكتب ولاحظوا أنها جاءت بعد هاء التنبيه إذن جميع الهاء التي تأتي مع أسماء الإشارة تسمى هاء التنبيه والألف التي تنطق ولا تكتب تأتي بعد هاء التنبيه هاذاني 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 طائران محلقاني انظروا معي وركزوا في السمع على كلمة هاذاني هاذاني قمنا بلفظ ألف هذه الألف فعليا تلفظ أو تنطق ولا تكتب فمن الخطأ الشائع أن نكتبها بهذه الطريقة حيث أن هذه الألف جاءت بعد هاء التنبيه هاذاني هذه هي الكتابة الصحيحة لاسم الإشارة هاذاني الذي يستخدم للمثنى المذكر عفوا فقط الآن انظروا إلى اسم الإشارة أيضا هؤلاء هؤلاء طلاب مجتهدون هؤلاء هؤلاء هذا اسم الإشارة هنا احتوى على ألف تنطق ولا تكتب وهذه الألف جاءت بعد هاء التنبيه وأيضا من أسماء الإشارة التي تحتوي على ألف تنطق ولا تكتب اسم الإشارة هكذا هكذا يكون النجاح من خلال متابعتكم لدروسكم والدراسة أول بأول للحصول على أعلى درجات إذن هكذا 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 لاحظوا أعزاء الطلاب أن اسم الإشارة هنا احتوى على ألف تنطق ولا تكتب ومن الخطأ الشائع أن نقوم بكتابة اسم الإشارة هكذا بإثبات الألف حيث أن الألف هنا تلفظ لكنها تحذف عند الكتابة هكذا انظروا معي أيضا إلى اسم الإشارة ذلك مسجد رائع ذلك ذلك وكأن هنا جاء ألف بعد حرف الذال ذلك هذه الألف تنطق ولا تكتب وهي حرف ينطق ولا يكتب إذن لاحظوا أعزاء الطلاب أن جميع الألف التي جاءت في هذه الكلمات تلفظ ولا تكتب جاءت في وسط الكلمة جاءت في وسط الكلمة وأسماء الإشارة التي بدأت بالهاء هذه الهاء تسمى هاء التنبيه أولئك 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 مزارعون مخلصون أولئك 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 لاحظوا أعزاء الطلاب وجود ألف تنطق ولا تكتب في اسم الإشارة أولئك ومن الخطأ الشائع للأسف كتابة اسم الإشارة أولئك بهذه الطريقة حيث أن الكتابة الصحيحة له أن هذه الألف تنطق مطقا لكنها تحذف عند الكتابة تحذف عند الكتابة إذن أعزاء الطلاب الألف التي تنطق ولا تكتب تأتي مع أسماء الإشارة هذا لاحظوا أعزاء الطلاب المجموعة الأولى يعني هذه الأسماء كما تنطق والعمود الثاني كما يجب كتابتها هذا هذا هذه هذه هذان هذان هؤلاء هؤلاء ذلك ذلك أولئك أولئك وتسمى هذه الها التي تأتي في كل من اسم الإشارة هذا هذه هذان هؤلاء تسمى هذه الها بهاء التنبيه كما أتمنى منكم كتابة هذه الملاحظة عند التدريب الثالث في صفحة 66 أكمل معكم أعزاء الطلاب أيضا هناك بعض الأسماء وبعض الكلمات تحتوي على حرف ينطق ولا يكتب لنأخذ مثلا المثال الأول يدعو المسلم الله في صلاته لاحظوا معي كلمة الله الله لفظت بهذه الطريقة الله لكن من الخطأ الشائع أن نقوم بكتابة كلمة الله بهذه الطريقة حيث أن هذه الألف تنطق ولا تكتب أي أنها تحذف عند الكتابة وتكتب كلمة الله بهذه الطريقة بحذف الألف لأن هذه الألف فقط تنطق ولا تكتب خذوا معي المثال الثاني اللهم تقبل منا أعمالنا وجعل أعمالي وأعمالكم متقبلة عند الله تعالى اللهم تقبل منا أعمالنا لاحظوا معي كلمة اللهم ركزوا في السمع اللهم اللهم لاحظوا أعزاء الطلاب وجود الألف التي تنطق ولا تكتب في كلمة اللهم وهي واضحة عند السمع الله اللهم حيث أن هذه الألف تنطق ولا تكتب ويجب حذفها عند الكتابة فقط لأنها تنطق ولا تكتب إذن لدينا كلمة الله كلمة اللهم أيضا من أسماء الله تعالى الرحمن الرحمن لاحظوا أعزاء الطلاب كيف تلفظ كلمة الرحمن الرحمن فهذه الألف تنطق ولا تكتب حيث يجب كتابة كلمة الرحمن بهذه الصورة ومن الخطأ الشائع أن نكتبها بهذه الطريقة وللأسف أجد كثير من الناس يكتبون كلمة الرحمن بهذه الطريقة حيث أن هذه الألف تكتب أو عفوا تلفظ ولا تكتب أيضا في هذا المثال قال تعالى رب السماوات والأرض رب السماوات السما السماوات لاحظوا أن بعد حرف الميم كان هناك ألف تنطق ولا تكتب ركزوا معي السماوات فهي جمع سما السماوات فكلمة السماوات أيضا تحتوي على ألف تنطق ولا تكتب لننتقل إلى هذا المثال لقب طاها حسين بعميد الأدب العربي طاها طاها لاحظوا وجود ألف تنطق ولا تكتب بعد حرف الطا طاها طاها ممتعة لاحظوا معي كلمة لكن لكن وهي من أخوات وأخواتها وتعني الاستدراك المعنى المستفاد من حرف لكن هو الاستدراك أنني أقول أن النهار طويل لكني مستدرك بأنه جميل بوجود الأنشطة الممتعة لاحظوا معي كلمة لكن للأسف للأسف الشديد من الأخطاء الشائعة كثرت كتابة كلمة لكن أو لكن بهذه الطريقة بإثبات الألف للأسف كثير ما أجد فيه تعليقات على برامج التواصل الاجتماعي أو باستخدام المسيجات العادية الناس يكتبون كلمة لكن بهذه الصورة وهذا خطأ شائع حيث أن هذه الألف تنطق ولا تكتب أي يجب حذف هذه الألف عند الكتابة الصحيحة فلا نقوم بإثبات الألف في كلمة لكن أو كلمة لكن إذن أعزائي الطلاب نستنتج مما سبق أن الألف التي تلفظ ولا تكتب هي تحذف الألف خطا لا لفظا خطا أقصد بخطا أي كتابة أي أن عند الكتابة تحذف هذه الألف أنا أحذفها خطا لكن أقوم بلفظها إذن تحذف الألف خطا أي كتابة لا لفظا وسط الكلمات الآتية ولاحظوا أن هذه الألف جاءت في جميع هذه الكلمات في وسط الكلمة فلا تأتي لا في أول الكلمة ولا آخر الكلمة إنما تأتي في وسط الكلمة فمن أماكن وجود هذه الألف في أسماء الإشارة بعد هاء التنبيه وتذكروا أنني قمت بتسمية لست أنا التي قمت بتسميتها أكيد إنما علماء النحو أن هذه الها تسمى هاء التنبيه هذه الألف التي تأتي بعد هاء التنبيه تسمى ألف تنطق ولا تكتب وليست جميع أسماء الإشارة تحتوي على ألف تنطق ولا تكتب إنما هي محدودة هذا، هذه، هذان، هؤلاء، هكذا، وذلك، وأولئك أيضا تأتي في بعض الأسماء مثل الله، اللهم، إله، أو الإله، الرحمن، السماوات، طه، لكن، لكن أعزائي طلاب بعد شرح هذه القاعدة الإملائية سننتقل إلى الكتاب في صفحة 66 ونقوم بحل السؤال الثالث يقول السؤال الثالث اقرأ ما يأتي وحدد الكلمات التي فيها ألف تنطق ولا تكتب ألف قال تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين هذا، هذا، فاسم الإشارة هنا احتوى على ألف تنطق ولا تكتب وقد قمنا بالتسمية هذه الهاء بهاء التنبيه با، قال تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك، ذلك، أيضا اسم إشارة يحتوي على ألف تنطق ولا تكتب ومن الرسم القرآني أعزاء الطلاب أنهم يقومون بإثبات هذه الألف فقط ليتسنى للقارئ بمد هذه الكلمات إنما هذا فقط للرسم القرآني إنما في الوضع الطبيعي في الكتابة العادية لا نقوم بإثبات هذه الألف جيم، الدرس ممتع لكن الوقت قصير لكن، لكن أيضا احتوى على ألف تنطق ولا تكتب دال، يحفظ عبد الرحمن الأمانة الرحمن الرحمن أيضا احتوى على ألف تنطق ولا تكتب يطلب من الطلاب أعزائي كتابة أو تخطيط هذه الكلمات التي احتوى على ألف تنطق ولا تكتب وكتابة الاستنتاج في أسفل الصفحة دمتم بحفظ الله ورعايته وسيكون لكم معي لقاء آخر بإذن الله لمراجعة باقي المادة أترككم بحفظ الله ورعايته كانت معكم المعلمة ورود العبداللات من المدارس الأردنية الدولية ترجمة نانسي قنقر